اهى اجل فان بعض الكلمات رسمت في المصحف الشريف مفصولة ومنقسمة الى قسمين وفي بعض المواضع جاءت هذه الكلمات متصلة نعم المهم جدا في احكام المحذوف والمثبت هو ان الذي يقرأ القرآن الكريم عليه التدقيق جيدا في رسم الكلمة وطريقة كتابتها بالاملاء القديم لتكون قراءته لها والان لدي استفسار حول كلمة رحمة كيف تقف عليها اهى ان بعض تآتي التأنيف ترسم مربوطة ويوقف عليها بحرف الهاء مثل رحمة وان بعض تآتي التأنيف ترسم مبسوطة ويوقف عليها بحرف التاء مثل يا ابت ولكن قد خرجت بعض التآتي في الرسم العثماني عن القواعد الاملائية مثل رحمة ويوقف عليها بحرف التاء وذلك اتباعا للرسم احسنت احسنت وما هي اهم هذه التاءات التي ترسم مبسوطة وعلى القارئ ان ينتبه اليها عند الوقوف عليها اني اتذكر اهى اهم هذه التاءات التي ترسم مبسوطة رحمة امرأة نعمة سنة لعنة معصية كلمة بقية قرة بقرة شجرة جنة ابنت انت رائع جدا يا ذكوان رائع حقا وخط قرآن يراع رسمه كاللفظ توقيفا اتانا علمه والتاء رسم جلها مربوطة فقف بتاء رسمت مبسوطة في رحمة امرأة وصنة نعمة لعنة ومعصية بقية كلمة قرة وفترة شجرة وجنة وابنت كذا فقف بتاء بينات وخط قرآن يراع رسمه كاللفظ توقيفا اتانا علمه اذا قبل ان تبدأ بالتلاوة يوجد لدي استفسار اخير ومهم جدا حول كلمة لا تأمنا وكيفية تلاوتها اه ها لا تأمنا تتلاب الإضغام مع الروم اي لا تأمنا او تتلاب الإضغام مع الإشمام اي لا تأمنا اه ها وما هو الروم؟ اه ها الروم هو الاتيان ببعض الحركة اي يأتي القارئ بثلثي الحركة لا تأمنا اصبت وما هو الإشمام؟ الإشمام هو الإشارة الى الحركة وذلك بإطباق الشفتين دون الاتيان بشيء من الحركة لا تأمنا اصبت ايضا حكاية التجويد خير جامع حكاية التجويد علم نافع تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار انظروا واستمتعوا حكاية التجويد في مدينة بناءها ملون ورائع أطالها ذكوان والتجويد وأحرخ مثيرة فتابعوا حكاية التجويد خير جامع حكاية التجويد علم نافع تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار انظروا واستمتعوا مضمونها قواعد التجويد وسردها من الخيال أروع حكاية مفيدة لمن يرى فإن بصرتها مش هدنست ترجمة نانسي قنقر